الصدر يضيق الخناق على الوجوه القديمة بالعملية السياسية كيف كانت ردود الفعل؟ السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الاخبار العاجلة والحصرية طلب زعيم التيار الصدري مقتل الصدر المعتصمين بالاستمرار في اعتصامهم الى حين تحقيق مطالبهم السياسية واكد الرئيس العراقي برهم صالحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة وضع خارطة طريقة لحل الازمة في وقت دعت فيه واشنطن والامم المتحدة للحوار بين كل الاطراف وقال الصدر في كلمة له امس الاربعاء ان الاصلاح لا يأتي الا بالتضحية وانا على استعداد تام للشهادة مشددا في الوقت ذاته على رفضه اراقة الدماء ومعتبرا انه لا فائدة ترجى من الحوار خصوصا بعد ان قال الشعب كلمته الحرة العفوية ودعا زعيم التيار الصدري الى اجراء انتخابات مبكرة موضحا انه لم يقرر خوض الانتخابات الجديدة من عدمه قائلا انه ليس طالب سلطة وليست عندي مغانم شخصية ولكنني اطلب الاصلاح وانتقد الصدر الطبقة السياسية الحاكمة في العراق معتبرا ان الشعب العراقي سئم الطبقة الحاكمة برمتها مضيفا انه لن يكون للوجوه القديمة وجود من خلال عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان وتتواصل في العراق لليوم السادس على التوالي اعتصامات انصار التيار الصدري داخل البرلمان العراقية احتجاجا على مرشح الاطار التنسيقية لرئاسة الحكومة الجديدة محمد الشيع السوداني بدوره اعلن رئيس تحالف السيادة في العراق خميس الخنجرة في تغريدة دعمه لمضامين خطاب الصدر بشأن انتخابات مبكرة وثق معايير جديدة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية حسب تعبيره واضاف ان التحالفه يدعم جهود انقاذ العراق ومعالجة حالة الجمود السياسية التي عطلت الدولة ومصالح الشعب وفق ما جاء في التغريدة وفي اعقاب لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال القيادي في الاطار التنسيقي هاد العامري انه لا حل للازمة الحالية الا عبر تهديئة التشنجات وضبط النفس والجلوس حول طاولة الحوار البناء الجادة واضاف العامري انه يؤيد ما جاء في بيان الكاظمي الذي دعا فيه الى حوار وطني شامل موضحا انه يشد على ايدي كل الساعين للوصول الى حل للازمة يرضي كل الاطراف وكان الاطار التنسيقي قد فوض زعيم تحالف الفتح هاد العامري لتمثيله في مفاوضات حل الازمة والتواصل مع الاطراف السياسية وقال الاطار التنسيقي ان عدم تصدي حكومة مصطفى الكاظمي لما سماها الفوضى يجعلها جزءا من مشروع اسقاط هيبة الدولة ودعا بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمظاهرات الاطار التنسيقي عناصر الاجهزة الامنية الى الحيادة وعدم الانجرار الى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستورة وعدم السماح لمن سمتهم اللجنة مؤيدي الفوضى بالاستمرار في تجاوز المؤسسات الدستورية ورحب رئيس اتلاف النصر حيدر العبادي بما جاء في خطاب الصدر قائلا انه يلتقي من جوانب عدة مع مبادرة اتلافه لحل الازمة اما رئيس كتلة دولة القانون نور المالكي فقال ان الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات تبدأ بالعودة الى الدستورة من جهته بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظم التطورات الاخيرة اذ اكد بحسب بيان الرئاسة العراقية اهمية التهدئة والحوار ووضع خارطة طريق واضحة تراعي المصلحة الوطنية العليا والحول دون اي تصعيد يستغله المتربصون بالبلد وشعبه كما قال الرئيس الصالح ان ظروف البلاد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار للوصول الى خارطة طريق واضحة المعالم وذلك خلال لقاء صالح ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاس خارتة وقال بيان صادر عن مكتب الرئيسة انه بحث في اللقاء سبل الخروج من الازمة الراهنة في البلاد مضيفا ان بلاس خارتة اكدت دعم وتأييد بعثة الامم المتحدة للحوار بين كل الاطراف من جهتها اكدت السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي خلال لقاء برئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدانة على احترام اكمال الاستحقاقات الدستورية وعلى سلمية حق التظاهر والتعبير عن الرأي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وقالت السفيرة ان الولايات المتحدة لن تتدخل في خيارات الشعب العراقي وان هذا الامر يعود الى العراقيين وحدهما من ناحيته ابدى رئيس اقليم كردستان العراق جيرثان البارزاني تأييده لدعوة رئيس الوزراء العراقي الى حوار شامل مجددا دعوة الفرقاء السياسيين العراقيين الى اجراء حوار في اربيل في السياق ذاته قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي انه لم يشارك في الانتخابات لانه توقع حدوث ما تشهده البلاد الان مشددا على ان مشاكل العراق بحاجة الى علاج جذرية من خلال حوار وطني بناء واكد علاوي في مقابلة مع الجزيرة ان الحوار المبني على اسس واضحة هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة واكد ان الحوار الوطني يجب ان يضم شرائح المجتمع العراقي على اختلافها وبشأن الانتخابات قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق انها يجب ان تكون باشراف القضاء العراقية والامم المتحدة وان الانتخابات في الظروف الحالية لن تفيد وستأتي بالنتائج نفسها وستفرز الازمة نفسها ما لم يتم النظر في قانونها واوضح علاوي ان هناك خلافات شخصية بين الزعماء السياسيين في العراق ولا علاقة لذلك بالمصالح العليا للبلاد وان النفوذ الخارجي والفسادة والإقصاء من اسباب فشل العملية السياسية وبناء على ذلك يرى علاوي ان الانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيدة اشتركوا في القناة